قلعة كاركوكا التاريخية قلعة عتيقة مغلة في القدم سكانها مواطنون عراقيون تركمان من أصل سرياني عاشوا في هذه القلعة وأطلق عليهم مسيحي القلعة توارثوا التحدث بالتركية وهي لغتهم الأم الوحيدة والوعاء الحاوي لمخزونهم الفكري وموروثهم الديني وعاداتهم وتقاليدهم قلعة كاركوكا تعتبر من أقدم المناطق الأثرية في كاركوك كاركوكا كرخسلوخا أو بيت كارماي فقلعة كاركوكا بكونها منطقة عالية ترتفع عن مسافة 18 متر عن مستوى سطح البحر فهذه القلعة أسست في أهوت الآشورين والكلدانيين والسلدوقيين سكان قلعة كاركوكا من المسيحيين تحدثوا بحسرة عن جو من الانسجام والوئام كان سائدا بين الطوائف الدينية والعرقية المتنوعة في قلعة كاركوكا التاريخية قبل عام 2003 قبل أن يتغير الحال بعد هذا التاريخ متهمين الحكومات المتعاقبة بأحزابها وميليشيتها بتفريغ العراق من الطائفة المسيحية في تلك الفترة لم تكن لا توجد أي فوارق بين الأديان والقوميات الكل كانوا يعيشون يحتفلون نفس احتفالاتهم كأنه يريدون يتخلصون من هذه الديانة المسيحية يفرغوها من البلد وهذا لحد الآن هذا الشيء موجود ولهذا الناس اللي طلعوا من بغداد أو من موصل يعني يتخوفون أن يرجعون لبيوتهم لأنه عدة مرات شافوا هالمضايقة ويعرب مسيحي قلعة كاركوكا عن قلقهم من مستقبل قلعتهم التاريخية مبدين حرصهم على ضرورة إعادة إعمار القلعة التاريخية لما لها من أهمية تاريخية وعمرانية